مرحبا بكم مشاهدين في برنامجكم الضيف السابعة وكالعادة نأتيكم بآخر أخبار وباء كورونا في الجزائر آخر أرقام وزارة الصحة كانت تشير إلى ارتفاع عدد المصابين والذي بلغ 454 مصاب أما عدد الوفيات وللأسف تم تسجيل ثلاث حالات جديدة وانتقل الوباء إلى 36 ولاية عبر طراب الوطني الأرقام تشير إلى ضرورة الاحتراز أكثر وضرورة الأخذ بالاحتياطات نبدأ هذا العدد بأول نقطة والتي كانت إشاعات التي تتحدث عن نوع من الإشاعات التي أطلقتها وستطلقها البارحة أقصد فتطلقها وكالة نازل أمريكية من أجل القضاء على فيروس كورونا في كوكب الأرض حسب أصحاب الإشاعة سيتم إطلاق هذه الإشاعة عن طريق الأقمار الصناعية التي ستقضي على الوباء أينما كان وحسب أصحاب الصفحات أيضا كان المطلوب من الجزائريين إطفاء هواتفهم الذكية ابتداء من الساعة متصف الليل لأن وصول الإشاعات مع استعمال هدف الذكي سيعرض صاحبه للإصابة بالسرطان وحسب ما أظن أن هذا الكلام لا يصدقه حتى مجنون ولا يصدقه حتى أغبى البشر يعني يرجى من الجزائريين الاحتراز من هذه الإشاعات أو الأخبار المضللة أو الخزعبلات التي لا يصدقها يعني حتى طفل في المرحلة الإتدائية لا يصدق مثل هذه الأخبار يعني يرجى من أصحاب الأخبار يعني مثل هذه الأخبار على الأقل في هذه المرحلة أكثر أكثر جدية ويرجى من المواطنين أيضا انتقاء معلوماتهم وأخبارهم من المصادر الرسمية يعني ليس أي معلومة نلقوها في شبكة التواصل الإستماعي نلقوها في فيسبوك أو في اليوتيوب نصدقوها والمشكلة يعني مش نصدقوها فقط أن نصبح وسيلة لنشرها يعني ندو المعلومة ونبعد نحطها في الصفحة نتاعنا ونحطها في البروفايل ونصبح وسيلة للتضليل طيب كانت هذا يعني في نفس السياق أنا كنت كان بودي الإشارة إلى نقطة مهمة وهي قضية قضية ما يسمى بمصطلح كورونا اللي أصبح يعني متداول وأصبح مصطلح عام الإشارة لهذه النقطة كنت كان بودي أني أنبهها لها منذ أيام لكن مع انتشار إشاعة النازة ذكرت هذه النقطة ونعود أن نذكر بها لأنه وقع فيها بعض المختصين مثل الممرضين وحتى شفتنا طبيب تحدثت عليها في الخارج وقال أن هذا المعقم مدام فيه مصطلح مكتوب كورونا يعني هو نافع أو الدول التي لديها أي دواء مكتوب عليه كورونا هي دول كانت تعرف أنه يوجد فيروس كورونا هذا وسينتشر عندهم يعني تملك الدواء وتخفيه عن العالم أنا نظن هذا تفكير ما هو تفكير غابي يعني تفكير أكثر من الغاباء لأن يرجى التدقيق في المصطلحات لأن المصطلح كورونا هو مصطلح عامي يعني كورونا متراجد منذ 2002 وكورونا هي عائلة من الفيروسات أربعة منها تصيب الإنسان وثلاثة منها تصيب الحيوان ودايما المشاهد يلاحظ أن الإعلام في العالم يستعمل مصطلح المستجد يعني يقول فيروس كورونا المستجد الإسم الحقيقي للفيروس حاليا والمتعرف عليه في المجال العلمي هو الكوفيد-19 كورونا فيروس قديم ولهذا نلقوا في بعض الكنيون يلقوا في أوروبا يلقوا كاتبين كورونا كورونا هو فيروس قديم ومتواجد يعني منتشر هو أيضا فيروس حتى هو فيروس موسمي ومهوش ما عندهش الأعراض تقريبا كمتع كورونا يدو شابه فقط وما ينتشرش بسرعة وليس أكثر وليس فتاك مثل كورونا هذه فقط لتوضيح المصطلحات وللتنبيه على كلمة هذه كورونا لأن الإسم العلمي الحقيقي هو كوفيد-19 لن نطيح في الفخ لأن البارح شفت حتى واحد شاب من روسيا شاب ززيري جاب علبة الدواء وفيها مكتوب كورونا قالوا مهارما الروس عندهم الدواء منذ يعني منذ أشهر من شهر أوت 2019 ومبروش يستعملوا على المواطنين يعني روسيا كانت تملك الدواء وقبل لا ينتشر في الصين وهذا كلام خاطئ رغم أنه اليوم حسب الوسائل الإعلام العالمية روسيا تقول حاليا أنها اكتشفت الدواء ولحد الآن هذه تبقى معلومة يعني علنت فقط روسيا أنها اكتشفت الدواء لكنه هل طبق هل هو ناجح هل تم تجربته يعني على المرضى سريريا هل ناجح مئة بالمئة الحد الآن ما لا بناش يبقى هذا الأمر تأكيد المعلومة هذه على المختصين يعني خبراء في الاختصاص هذا الفيرولوج والأطباء اللي في الميدان أو دي بيولوجيس اللي يكونوا دي بروفيسوري اللي عندهم عندهم المعلومة ويقدروا يتأكدوا من صحة الخبر لأن كل الدول تنادي أنها اكتشفت الدواء لكن حسب ما أظن أن الفيروس يزيد في الانتشار ويزيد في حصد آلاف الأرواح كل يوم العدوى تجاوزت تجاوزت النصف مليون في العالم حاليا نرى أننا في ستمائة ألف مصاب عبر العالم أقوى الدول تنادي وكانت الكارثة البارحة في إيطاليا اللي سجلنا يعني سجلت إيطاليا في يوم واحد ألف وفات في يوم واحد يعني رقم أراهيب جدا إسبانيا تسجل البارح أكثر من 800 وفات في يوم واحد يعني أرقاب مرعبة جدا طيب هذه كانوا أولى النقاط ننتقل إلى نقطة مهمة وهي نقطة أو أسأل البلديات أنا كنت شدت شدت صريح ترئيس بلدية بوغرا اللي نشكرها على الموقف التاعه ونشكرها على الرجولة يعني تاعه أنه كان عندها رأي آخر في قضية الناس اللي خالفوا حضرة تجوال وخالفوا التعليمات تعليمات الرئيس الجمهورية أو تعليمات الصحة العامة هذا هو أهم شيء أخوتي السلام عليكم سكان بلدية بوغرا معكم رئيس البلدية باش يكونوا لعين اليوم الجمعة دوك إن شاء الله بعد ساعة هحنستعملوا مع بعض الناس اللي مراهيش محترمة الحجر في البويوت حنا مقنون طيب هذا كان كلام تعبوغرا والآن يتصل معنا يعني أنا مع رئيس بلدية باش نشوفوا نفس الإجراء هالو السلام عليكم السلام عليكم الرئيس بلدية تيرغا نعم وكنا نتصل بكم قاطعة المكالمة ودركنا واتصلت بنا مرحبا بك معنا في المباشر سيد الرئيس نحن برينا نعرف برينا نعرف كالإجراء أنت أنت عكفي في البلدية يعني كعينة من ولاية من من تراب الوطني في تطبيق التعليمات المتعلقة بنشاط التجار شكرا براك لوفي كدن مخفص للجميع أن بلدية تيرغا هي نقطة من نقاط للحزائر الحديد اللي رأه هم المواطنين هذا للوداء اللي ربي سبحانه ورفعه نشاء الله إذا انتبعني المرسوم التنفيدي الصادر بتاريخ 24 مارس 2020 رقم 20 74 اللي يحدد في المادة 11 جميع المحلات اللي راح تغلق ونجم المحلات اللي راح تبقى سريط يعني النشاط حتى المواطن الكريم باش يكون على بالو باش ما يخافش هالمواطن أن نشاطات المواد غدائية كذلك المحلات البيع اللحوم الحمراء والبيضاء عدنا الصيدليات كذلك المحلات بيع المواد التعقيم وهذا النقطة يعني نأكد عليها مواد التعقيم كان محلات اللي بيع المواد الفلاحية هذوك مراشيهم من الأمر يعني غير مغلوقين إذن كان محلات بيع المواد التعقيم راح بين تقريباً 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 والمخابي طيب طيب سيدة راسبالدية هل أنتم هل أنتم حالياً قرار ما يسمى بحضرة جوال أو الحجر الصحيح أو الحضرة الجزئي يعني نشوف باللي أنتم ما زال ملحكم هذا القرار نعم هذا القرار تقريباً ملحقناش ولكن سوف نتعامل مع المواطنين وكأن الوباء رأوا عندنا الحمد لله غير حتى إصابة الحمد لله أنا خادر أننا حضرنا بكل جدية وخادرنا الموضوع بكل جدية المواطنين رأم حسين بالخطر التي ساءتبهم الحمد لله أننا قبل إصابة من blandنا حتى إصابة بلدية نعم أننا نتعامل مع الوضح وكأن الوباء رأوا عندنا الحمد لله طيب أنتما في حالة أن كان البعض اللي خالف هذه القرارات اللي صدرت عن البلدية. واش هو الإجراءات اللي تدوها معهم؟ نعم بجنة باش ما يخفش المواطنين اللي خالف القرار راو يتعاقب اللي راو يتصنط عليه عقوبة إدارية يعني تتلحق به الأمر حتى التقديم للعدل يعني الأمر هذا رأيهم للمجتمع كامل ولازم ينستغل الأوامر. هذا هذه القوانين ستنفدها سلطة الأمنية إن شاء الله اتدائي من قمسية يعني والمواطنين لازم نقول لهم عاونوا من فضلكم. هذا الأمر رأيهم وشغل تاريخها من جزائر كامل نقطة من نقطة رأيهم كامل نفس. طيب شكرا رئيس بلدية شكرا لمدخل التعاك وبرك الله وفيك على التوضيحات هذه وبرك الله وفيك على التعامل وشكرا على التعامل جدي مع المجتمع التعاك المحلي في المنطقة شكرا شكرا برك الله وفيك وما يكون في عونا واربي يرفع علينا البلاء هذا شاء الله آمين. شكرا برك الله وفيك. شكرا على صحيح. طيب هذا كان يعني الإشارة هذا كان أحد بلديات الطراب الوطني والبلدية هذه تقريبا عندهم لا حضرة جوال ولم يسجلوا ولا حالة في البلدية لكن على ما يبدو أن رئيس بلدية اتخذ إجراءة صارمة هو راه يستابق الأحداث قبل وقوع الكاريتة قبل لا يصاب أي واحد وقبل وقف السوق وقف هذا المجلس البلدي كان عندها قارات أنا كان بودي ولو هذا الأمثلة يعني اتخذوها باقي رئيس رؤساء البلديات اللي رأيهم بعد الوباء يعني يستابقوا الأحداث لأن الخطر ضوكرا عند الولايات اللي موصلهاش الوباء اللي أعلاش المناطق اللي وصلها الوباء الاحترازها هو كائن بدأت الناس تحس وتحترز لكن البلديات اللي رأي تحس شوف روحها أو الولايات شوف روحها بعيدة عن الوباء هي اللي رأيه لا تزال مسترخية وتقول باللي أنا كل شيء رأي بعيد عليها لكن الإجراء كما هذا أنا نظل باللي هذا هو الأنفع والأنجح في هذا المرحلة أنك تكون صارم قبل وصول 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 ووباء وقبل الكارثة طيب نعود نقول له مع نشوف بوغرة نشوف إزبلادية كيفاش كان الموقف مع الناس المخالفين دوما ما تخرجوش شكون قل يكون بالليا ما تورش تقذيب يا أخويا خرج من فريدا إلا الحاجة القصوى بشريء خرج شكون قل لا تخرج بسحنا رأي نتكلمو عن الناس اللي يديروا جميعات الناس اللي يقسروا الناس اللي يتلع في البالو الناس اللي راه يتشيش تروح تشيش الناس اللي يتلع على الجبل مجموعة مجموعة أنا أدوكم حاجة الله يرضى عليكم أنا لي حمايتكم حضرت معكم اتكلمت معكم بزر ديروا في بالكم بات ساعة رح نستعمل مع سلوطة الأمنية نستعمل أسلوب آخر وهذا لي حمايتكم على بيكم البلح وصرة بلا منظنوا نحن طيب رئيس بلد عبو قررر كان واضح سأستعمل معكم أسلوب آخر وهو الأسلوب الهندي هو الأسلوب تع الزلاط الذي يلقاه الذي يلقاه برا يخلص يعني هنا رئيس بلد عبو قررر كان استعمل كل الطرق مع المواطنين تحسيس استعمل توعياء بالتي هي أحسن أنا لا أظن كالناس اللي يتمردوا والناس اللي 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 إحنا هما فاهمين هما لن يصابوا بالوباء أبدأوا يديولا تجمعات ورئيس بلد يام المسؤولية تعالى شابل لأنه هذا يعتبر خطر على السكان اتخذ إجراء آخر ومشى خاطبهم عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ده فيديو والفيديو انتشر وشافوها عشرات أو مئات الآلاف من الجزائريين وأنا وأشجع ومثل هذه المواقف رئيس بلدية ما يحشمته واحد وما هوش في هذه المرحلة باش يفعل ما يسمى بالحشمة يفعل النظام وفعل الحزم وفعل إجراءات الصارمة باش يرضع الناس المتهاونين ومتهاورين بعد العينات على رؤسة البلدية حينما لنقعد كل حلقة نقول رؤسة البلدية مدينيش بالعكس هذا الحلقة نقول عينات من رؤسة البلدية اللي كانوا إيجابيين في التفاعل أو التعامل مع الأزمة هذه فيما يخص السكان البلدية طيب النقطة ثالثة ومهمة جدا هي كانت في المرحلة الأخيرة شتنا ردت فعل لتع بعض المواطنين اتجاه المقتربين حتى أصبح بعض البوستكاستر ولكوميديا ويستعمل يستعملوهم للفوكاها يعني كنت بريد تقول بللي واحد فيه ورباء كورونا استعمل كالسيناريو ولا واستعمل على أنه مختار بجيء من الخارج ويدخل الجزيرة وتعيف هنت وتجبت لنا كورونا وأصبح نا في إشكال وصبحوا حتى غاضهم الحال وبدأوا يردوا عن طريق الفيديو اللي انتشرت أيضا شبكة التواصل الاجتماعي أننا ما فينش كورونا يعني كل واحد اصبح يدفع لروحه أنا على ما أظن الوباء هذا هو وباء عالمي وما أصبح شوباء أصبح جائحة يعني مست كل العالم والإنسان اللي ره يستهز ويتمسخر بواحد يعني يتمسخر لكن أنه تنبه وتوعي هو أمر آخر أصبحت تمسخر وتنعت تقول هذا إميغري فيه كورونا الإحتراز واجب والإحتراز يديرها المواطن يعني هذا إميغري الذي يرى جاء واجه عند العائلته أول ناس يقدر يضغرهم هم العائلات لكن ما ردوش وسيلة الاستهتار والاستخفاف يعني ما نطيحوش من قيمة عن الناس لأن هذي إميغري هما أخوتنا هما عائلاتنا هما منا وإحنا منهم وما نقدرش ما يقدروا يتخلوا علينا ما يقدروا نتخلوا عليهم ونفس الشيء ما يحدث أن نرى واحد نسمعه غير قال أه من البليدة أو لنبو فاريك الوباء لا يستثني أحد دي في بالك بالإنتال لأن تقدر تكون بورترسا لأن الفيروس لا ينتقل من الأشخاص للأشخاص عن طريق الأسطح عن طريق طرق عدة لا ينتقل غير في الهواء الفيروس ينتقل يعني نرجو من أن الناس على الأقل يخفهم هذه المسحة الموسيئة للغير وديروا في بالهم بللي ولا واحد سيبر على واحد في هذه المرحلة ولا واحد يقول بللي أنا ما يقدر ش يصيبني كورونا ولا واحد يشوف روحه أحسن من الآخر لأن أنا في موكب واحد وفي قائب واحد إذا غرق نغرق وغع ما كان والفرض الواحد هو الذي يقدر بالعكس المرحلة هذه هو نساعد المرحلة لكفو مع بعضنا لكي نكون أخوض لكي نكون تلاحم وطراحم بيننا فيما يخص تلاحم وطراحم وصلنا لهذه تلاحم وطراحم ما انتشار من صور وفيديوهات في هدي يومين وكانت الصور التي وصلتنا من ولاية وهران حول أنا لا أتكر لك الجامعية لا أتكر لكي نسميها لكي نكون لكي نسميها لكي نسميها واحدة الجامعية التي تهتم بالغرياضة أو تهتم بالمشكل الجواري رئيس الجامعية يقسم بلاطوات من البيض بلاطوات للمواطنين وكل يتم بلاطوات من البيض تصور مع المعوز ذلك الفقير على أن شاهدنا وما نفعله تصور أريد أن نفعل الخير أنت نفعل الخير على لوحك وتصور لا لوحك مكش لكن يرجى مراعاة الناس الذين تقدمهم الذين تقدمهم الخير انت الإنسان المحتاج المنكسر تتعطيه بلاطو بيت وتتصور معه والله لا عيب عيب تصرفات الإنسانية كما هذه عيب في وقت الأزمة تتعطي بلي بلاطو بيت وتبين باللي الذي تقدم الخير أنا لا أشك أنا في الجزائر كي الناس داروا خير وداروا خير لدرجة ما تخيلوهاش لكن نحن التصرفات هذه المهينة واللي تقهر الإنسان ماناش بغي نشوفوها الناس اللي راح تدير مثل هاتصور الله يرضي عليكم ما تحطوهمش ديرو الخير ولا ما تديروش غال الخير فينا إلا تجي بلاطو وطع بردو تصور مع الناس الفقراء مساكين وتحطوهم في فيسبوك والله لا عيب عليك والله لا عيب عليك والله ما تحشم لو كنزيت أصلا تحشم ما تديرهاش وانتو أمثالك وانتو وأمثالك انت جورجو أرماني كمشا في إيطاليا ملياردار قال لنتو سقطة إيطاليا فقط ما مشاش تصور مع الكسموه حنا الإعانات اللي قدمها البلادة بينهو بين الدولة تاعه ما لابنشغاش واش مد إعانات تابلاطو طعبايد هاراني بغي ندير الخير عيب عيب أنا كنت شدفتي على ما أظن من شلف معين الدفلة كين واحد إنسان ملخير أتبرع بخمسالاف قفة خمسالاف قفة خمسالاف قفة خمسالاف قفة والله ما نعافو اسمها والله ما يعافو حتى واحد شوف الناس اللي يدي الخير وتحتسبوهم عند الله مشي عند بيشوفوني الناس يرجى عدم تسييس مبادرات في هذا المرحلة لأننا نشوف بدأوا يتظهر واحدة البنيادة ومانيش نقصد غير هذا دكتور بلاطو طعبايد با نطلع شوية المستوى أنه بدأ تسييس الأزمة كشغل الناس بدأت تستثمر سياسيا في المرحلة تستثمر في الوباء وتستثمر في المعاناة منتاع الناس تستثمر في الموت وتستثمر في المرض يعني ما هيش مرحلة التسييس الأزمة على الجزائر هي مرحلة اللي بغا يساعد يساعد اللي بغا يوقف معاولد بلاده يوقف يورجى تأجيل هاد الأمور هاد الأمور ما هيش في مرحلة اللي مانا فيها الجزائر هيا في غينا نعاد هاد الأمور طيب دوك من مشينا ننتقلو إلى نقطة أخرى بعدها هذه نبدو إلى ما تعتمده إيطاليا حاليا هذه نقطة مهمة يعني ما يحدد في إيطاليا هو أمر جد خطير لأن إيطاليا حاليا تستعمل ما يسمى بطب الحروب وهذا طب الحروب هو شيء خطير يعني تنتهج حاليا من سيموت يعني إذا جاءك عشر حالات تقول تختار في وسطهم شكون اللي يقدر يعيش تختار واحد تبدأ العملية عكسية يعني من مشي من تنقذ من تتركه يموت وهذا هو اسمه طب الحرب ونحن نتخوف أن هذا الإجراء ينتقل إلى دول العالم يعني بعد إيطاليا ثم ينتقل إلى إسبانيا وفرنسا وينتقل ويصبح الإجراء في كل دول العالم وهو إجراء خطير يعني أصبح بدل التفكير في من من ننقذ من الصبحون ننفكره وفي من يموت يعني هنا والله لا شيء مؤسف جدا كانت مبادرة مهمة كنت البارح كانت انتشرت عبر شبكة الواصل الاجتماعي حول المهندس الجزائري هو مشكور للمبادرة تعهل ليحاول رقمنة قطاع الصحة ورقمنة ما يحدث في الوباء وكنت أنتصلت به شخصيا البارحة وتحدثت معه في قضية هذا البرنامج الذي يستعمله حاليا هو يحاول أنه يصنع ملفات رقمية لكل الحالات ويتواصل بين المستشفيات ومحدة باستور للتسريع لكن نظل أن كان البعض في هم الإجراء هذا الخاطئ أصبح يسمى بالتشخيص أو التشخيص الرقمي فهموا على البعض فهمها لاخترشة الكين في التعليقات الناس كل واحد وكيف يفسر هذا المصطلح التشخيص الرقمي فهمه على أساس أنه الإناليس على تحليل تمحة باستور أنه كيف تقدر تحليل فيروس كورونا وهو ماشي هو يعني ما هوش تحليل للإصابة فقط سيد يستعمل بنك المعلومات التي تحتاجها المصالح الصحية في الجزائر كي تسهل عملية التعامل مع الوباء وانتشاره في الجزائر والشاب مشكور على المبادرة ونحتاج في هذا المحالة مثل هذه المبادرات لا نحتاج على السلفية أو لا نحتاج إلى السلفية آخر نقطة كنت تحددت عليها هي نقطة التي بغت والتي دارت مشكلة كبيرة وكانت عينة 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 هذا الشاب أنا كان هذا ما بلش نفوت 50 ألف 60 ألف 70 ألف على حساب النوعية أضربها في 300 و10 طاقة هذا هذا مجموعة من الشباب أتبرع عنهم شخص بحوالي 50 مليون باغات بالقيمة التاحة الأصلية كما نقول 50 مليون لا يشعر بها بسوماة حسبها حسبها بميسان كلها دو ميل وتبرعوا فيها السكن البلايدة والمستشفيات والمشكلة هي أن جماعة المضاربين البزناسية لا يعجبون الحال كيف تجيب لباثة باطل وتوزحها ويكتسح لهم السوق ويغلق لهم السوق ومدام كانوا يبيعوا ويبزنسوا يبيعوا بكان زميل وفميل يجلبواها باطل كسروا لهم احتكار ويبزنوا وهو ما يريدون لهم إن ويساعدنا هذه الكراطنة التي وزعناهم ويقعدنا منهم البلد ووصلنا لخوتنا لكي نفسها لكي نفسهم نفسهم ما قالها في التالي السيد السيد ما كان شي بيزنس يعني ما شي هو هو أصلا الخدمة تاعها أنه يبيع المواد هذه الصيدلانية سمعواش قيل للشاب كي سألها على شارك تمدهم باطل قاع خفت نبيعهم قلت لا لا وجه الشيطان وسوسني قال لي بيعهم تخرج من الغرقة قال لي لا لا وعولت أمام الله عز وجل كي ما سلكت الناس الله يسلكني من هالقيامة كي ما عاونت الناس الله يعاوني هالقيامة كي ما وقفت مع الناس الله عز وجل يدخلني للجنة ونعطيك واحدة معلومة أخويا العزيز أكتفت الكمامة بانك واحد رح يموت ويقيس الوباء تاع الكورونا ويتقاس ويموت قد الإنسان صالح كي جبهت الكمامة ربي قال في القرآن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اشفى عليها ومن أحياها فكأن طيب أنا كان مواقف كي ما هذه صح تأطى فيك لأنه كشواش يحكي في الفيديو يقول بلي أن هذا السيد هو تجارته يعني راس مالها قاع ويش عنده مباشرة مشت برع به أظن أن الجزائر تحتاج إلى أمثال هذا الشخص وتحتاج إلى تكافو النقاع وتحتاج إلى وقوفنا مع بعضنا بعض تحتاج إلى إلى أن كل 40 مليون جزائري يصبح شخص واحد على ما أظن أن هذا الحلقة انتهت ونلقاكم في عدد آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة